بعد انتهاء مراسيم الزيارة لإحياء ذكر استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام في سامراء وأعلان حكومة صلاح الدين نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة نفذت بلدية الدجال حملة كبرى لرفع نفاياته عن الطريق العامة وفي أماكن المواكب الخدمية المزيد في تقرير زميل فاضل الأنصاري بعد انتهاء مراسيم زيارة الإمام حسن العسكري عليه السلام وإعلان الحكومة المحلية بقضاء الدجال عن إنجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة شرعت بلدية الدجال بتنفيذ حملة موسعة لرفع النفايات عن الطريق العامة وفي أماكن تواجد المواكب الخدمية بعد إعلان محاضة صلاح الدين عن نجاح الخطة الأمنية لزوار الإمام العسكريين وملاسبة استشهاد الإمام العسكري عليه السلام باشرت كوادر مديرية بلدية الدجال الخدمية والتخصصية برفع النفايات والأنقاض للمواكب على الشارع الرئيسي من منطقة الشيخ إبراهيم إلى نهاية 7 نيسان شملت هذه الحملة الآليات التخصصية يعني الشفلات مع اللوريات لرفع النفايات والتخصصية من الجهتين الشمالية والجنوبية وكذلك آليات رفع الأنقاض رفع النفايات الكابسات مع الكوادر القدمية العمال بعد انتهاء الزيارة لإمامين العسكريين عليهم السلام شرعت الكوادر البلدية في قضايا الدجيل وحسب توجيهات سيد محافظ صلاح الدين إلى عملية رفع النفايات وعملية رش الطريق باستخدام التناكر وعملية رفع النفايات باستخدام الكابسات والعمال المتشرين على طول الطريق وذلك رفع النفايات من هذا الطريق إضافة إلى الآليات الأخرى المساندة لها لغرض زالت أي نفايات أو أي أوساخ موجودة على طول الطريق وذلك تقديم أفضل خدمة للمواطنين وحفاظ على جمالية الشارع العام وأكد مدير بلدية الدجيل أن الحملة التي نفذتها كوادره أسهمت برفع عشرات الأطنان من النفايات حيث اشتركت في هذه الحملة جميع الكوادر الفنية والهندسية وقسم الآليات مشيدا بتعاون أصحاب المواكب الخدمية في الحفاظ على نظافة الطريق وتنظيف الأماكن التي تواجدوا فيها فضلا عن وضع أغلب النفايات في الأكياس التي وفرتها البلدية بعد الانتهاء من زيارة المامين العسكرين شرعة ملاكات الفنية والهندسية وقسم الآليات التابعة لمديرية بلدية الدجيل برفع النفايات على الطريق العام والأماكن والمواكب الخدمية فضلا عن رش الطرق العامة وتنظيف بشكل كامل من النفايات حيث ورفعنا عشرات الأطنان من النفايات نشيد بدورنا أصحاب المواكب الخدمية الذين قاموا بعد الانتهاء الزيارة بتنظيف أماكن المواكب وكذلك تم وضع النفايات في الأكياس التي خصصتها المديرية وهذا التعاون قلل من جهود بلدية الدجيل باشرت بلدية الدجيل بحملة واسعة لرفع النفايات عن الطريق العام بعد انتهاء زيارة الإمامين العسكريين عليهم السلامة لقناة صلاح الدين الفضائية فضل انصاري قضاء دجيل